المشهد السياسي يستمر في مخاضه العسير على أمل ولادة الحكومة التي تأخر تشكيلها أكثر من ثمانية شهور فسيناريو الحراك السياسي بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية لم تتضح معاليمه بعد بانتظار تحديد الكتلة الأكبر نيابيا وتسمية رئيس الجمهورية قبل تكليف مرشح الكتلة الأكبر الذي لم تحدد هويته بعد لتشكيل كابينته الوزارية إذا ترشح رئيس الجمهورية وفي المادة 76 سيكون رئيس الجمهورية ملزم بتكليف الكتلة الأكبر لرئيس الوزراء فأنا أعتقد أن الإطار التنسيقي استبقى خطوة ترشيح رئيس الجمهورية بتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الظهور في البرلمان على أنه هو الكتلة الأكبر في حالة اتفاق الأحزاب الكردية سيكون ترشيح الكتلة الأكبر وهو الإطار التنسيقي منه رئيس الوزراء فيما ينظر بعض المراقبين للحراك السياسي الحالي بأنه مشلول حتى بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية مع التوقع بأن يكون العامل الخارجي ذات تأثير كبير على شكل الحكومة المقبلة وسط تحذيرات من جر البلاد إلى مستنقع الفوضة السياسية والأمنية إذا لم تستطع الكتل الخروج من حالة الإرباك السياسي حتى مع خروج الصدريين من معادلة السياسة دائما نقول ربما ننتظر الحل من الخارج وأقصد بالخارج دول الجوال ودول المحور التي كانت لها الأثر البالغ بل وحتى بعض الزيارات المكوكية للسادة المسؤولين إلى خارج العراق هم ربما لطلب الولاية الثانية أو لطلب التأييد من هذا الطرف أو ذاك إذن نحن اليوم في معترك سياسي خطير وفي منحنى سياسي خطير قد يحصب بالبلاد ولا ننسى بأن هناك من يحاول أن يؤجج الشارع لخروج التظاهرات أو ربما هناك جهات أخرى تضغط لأرباك المشهد السياسي وأرباك حتى المشهد الأمني الأحداث السياسية المتسارعة أبرزت العديد من الأخبار التي خلت من اسم مرشح معين لرئاسة الوزراء مع استبعاد الإطار التنسيقي للكاظمي من الولاية الثانية في وقت تبرز بعض المحاولات لعادة الصدريين إلى طاولة العمل السياسي من بوابة الحكومة على خلفية منح ميراثهم النيابي إلى الأحزاب الأخرى بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان على أمل عادة التوازن الشعي على عهده السابق ضمن هيكلية تشكيل الحكومات الأربع الماضية وفق سياق التوافقية من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيلي ترجمة نانسي قنقر